السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي عزيزات التلميذات مرحبا بكم في فيديو جديد في حصة اليوم إن شاء الله سننجز الفرض الأول للدورة الثانية في مادة اللغة العربية في جميع مكونات اللغة العربية للمستوى الأول من التعليم الإبتدائي أي فرض المرحلة الثالثة للموسم الدراسي 2021-2022 إذن نبدأ بالقراءة السؤال الأول يقول أكتب المقطع المشترك بين كل كلمتين إذن عندنا هاتف مهارة هاتف مهارة إذن عندنا ها هو المقطع المشترك بين الكلمتين سكوت كتكوت إذن لدينا كو هو المقطع المشترك كذلك بين الكلمتين السؤال الثاني ورتب المقاطع التالية للحصول على الكلمة المتابقة للصور لدينا بن تا لا. اذا نبدأ بالمقطع الاول. المقطع الثاني لا. والمقطع الثالث بن. بالنسبة للصورة الثانية تبين لنا الهدهد. اذا عدنا دن هد هو. اذا هد هو المقطع الاول. هو دن هدهدن. هدهدن. ثم لدينا في الصورة الثالثة خاروف. اذا نبدأ بالمقطع خاروف. نمر الآن الى السؤال الثالث. السؤال يقول اكتب كلمات تتضمن حرف الجيم. نكتب مثلا جمل. جمل. نكتب جرة. جرة. نعاج. نعاج. ونكتب جائع. جائع. ثم سنكتب كلمات تتضمن حرف الغين. اذا غيمة. 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 نمر الآن الى السؤال الرابع. اضعوا الحرف الناقصة في كل كلمة. محراث. محراث. ثم هنا لدينا ين. 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 نكتب حي. حي. ثم هنا جيقة. اي حديقة. حديقة. ثم هنا كوخ. كوخ. نمر الآن الى السؤال الخامس. اجزئ الكلمات التالية الى مقاطعة. اذا بالنسبة لكلمة مك واتن. اذا نجزئها مك. ثم و. ثم تن. اذا مك و تن. اذا المقطع الثاني. لا. المقطع الثالث. تن. المقطع الرابع. بالنسبة لكلمة الأخيرة. هي. المقطع الأول. المقطع الثاني الرابع. ثم المقطع الثالث. تن. هي الرابع. هذا فيما يخص لإجابة عن السؤال الخامس. نمر الآن الى السؤال السادس. يقرأ المتعلمون النص التالي. اذا هنا اخبر احمد اخته خديجة. غدا سنسافر الى القرية عند عمنا. وهناك سنشاهد ظهورا وحيوانات. قالت خديجة. انا ساستمتع كثيرا بهذه الرحلة. وساحضر معي الكثير من البيض عند عودتنا الى المدينة. اذا هنا سنقرأ غير النص. يكفي ان نقرأ النص. ثم بعد ذلك نجيب عن الاسئلة. احدد كلمات لها علاقة بالقرية. اذا سنستخرجهم من نص. اذا لدينا زهورا حيوانات ذكنا. اذا نكتب زهورا. زهورا. نكتب حيوانات. 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 ثم لدينا اه وساحضر معي الكثير من البيضي. البيضي. اكتب مثلا البيضي. اذا هذه الكلمات تخرجناهم من النص. اذا البيضي. نمر الان الى مكون الخط والنقل. ثم بعد ذلك مكوني الاملاء والتعبير الكتابي. اذا بالنسبة الخط طلب منا فيه ان نكتب الحروف والمقاطع والكلمات والجملة. اذا لدينا هنا حرف الحا. اذا حرف الحا. حا. 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 ثم حا. هنا لدينا ها. نكتب نحترم معايير الحروف. ها. 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 ثم ها. لدينا كي. 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 ثم كي. لدينا الثاء المعجمة. سا. 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 ثم سا. ثم لدينا خيي. خيي. عفوا بالنسبة هذا الياء. قد تكون تحت خيي. خيي. بالنسبة لها دولة التانية خطأ. هدول يصحح. قد تكون الياء تحت السطر. ثم لدينا غو. 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 ثم لدينا الثامزة فوق الياء. ثم. او. 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 ثم او. لدينا جن مقطع جن 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 عفوا جن ثم جن نكتب كلمة كهف 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 ثم لدينا غطاء 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 ثم غطاء كهف ثعبان 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 ثم ثم وحمام. نكتب في كوخي في كوخي سكين في كوخي سكين ومكنسة ومكنسة وهاتف. وهاتف. وثياب. وثياب. وحمام. اذا هذا كل ما يخص مكون الخط. يكفي ان نكتب الحروف المقاطع والكلمات والجملة باحترام معايير الحروف. بالنسبة للنقل. بالنسبة للنقل هذا التمرين او يعني هذا السؤال مرتبط بما ستمليه او ما ستكتبه الاستاذ على الصبورة ثم بعد ذلك تنقله في هذه الورقة. وكذلك بالنسبة لمكون الاملاء فهو مرتبط بما ستمليه عليكم الاستاذة داخل القسم. نمر مباشرة الى مكون تعبير الكتابي. السؤال الاول يقول اكون كلمتين من الحروف التالية. اذا لدينا حرف الميم حرف السين ثم حرف الحا. اذا نكتب مس. اذا هذا مسحة. مسحة. ثم سمحة. او سمحة. سمحة. اذا مسحة سمحة. اذا لدينا كلمات من نفس الحروف. نمر الان الى السؤال الموالي. املأ الفراغ بالثلوج. بالثلوج. نمر الى السؤال الثالث. ورتب الكلمات للحصول على الجملة. الحية نظف الجيران. اذا نظف الجيران الحية. نظف الجيران. نظف الجيران الحية. نمر الان الى السؤال الثالث. اصل بخط بين الجملة والكلمة المناسبة لها. قطفت خديجة. ماذا? الازهارة. زارت خديجة القرية. يعني لدينا الازهارة. ثم لدينا القرية. نكتب هنا. الازهارة. ثم زارت خديجة القرية. اذا هذا كل ما يخص لاجابة عن هذا الامتحان الخاص بمادة اللغة العربية للمستوى الاول من التعليم الابتدائي. فرود المرحلة الثالثة. اي الفرد الاول للدورة الثانية. اذا اتمنى لكم اصدقائي صديقاتي حد موفق عند انجاز هذا الامتحان والحصول على نقط جيدة. اذا استودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه. الى اللقاء.